من كرة اليد إلى كرة القدم والدوري المحلي والنادي الأهلي يعني الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بيعيش حالة من الاستنفار نظراً للضغوط اللي بتواجه الفريق والتحديات اللي بتنتظروا على عدة محاور وطبعاً كمان عنده مواجهة مع فريق سموحة بكرة والأهلي الآن كمان من هذه المواجهة ومن مدرب نادي سموحة ويعني في الوقت طبعاً قل النادي الأهلي بيبحث كمان حسم لصفقة المهاجم اللي بيتحفظ على اسمه حتى هذه اللحظة صحيح ده مطش في الكاس ما بين الأهلي والسموحة ومطش مهم جداً يمكن كان فيه دايماً كابتن طارق العشري حتى الزملة في الأخبار استغلوا اسم طارق العشري وقال لك الطريقة العشرية لأن طارق العشري بيقفل وشوفنا مطش اسموحة والأهلي في الدوري لما مدرب الأهلي قالك أنا عمري بلعب يعني أنا في المطشاط ومدرب بقالي 40 سنة عمري ما شفت فريق بيدافع بالشكل ده ففرقة سموحة من الفرق برضو اللي عندها كورة أو عندها فكر وكمان لسه راح لهم حسام حسن لعب النادي الأهلي حسام بيلعب من أول السنة في النادي الأهلي ما جابش غير هدف واحد لما راح سموحة جاب جنيم في أول نصف ساعة ففيها يبقى فيه تحدي ما بين حسام ومدافع الأهلي حسام يقولك إزاي السبتون يعني الأهلي بيدور على مهاجم لأنه بيعاني من عقم تهديفي بقاله فترة طويلة ما فيش حد من الفرودة لشهاد حسين خد فرصته كاملة ومحمد شريف مستوى متراجع جدا محمد شريف يعني نسبة أداءه مقارنة بالمسلمين اللي فاتوا لا تتجاوز 30% جاب هدفين من أول السنة يعني يمكن يعني لو راجعنا للأرقام اللي عملها محمد شريف لأرقام مخزية جدا فالأهلي من حقه يدور على مهاجم يقدر يسنده هو راح كاسعالم للأندية في نهاية هذا الشهر أول مباراة يوم واحد فبراير فالأهلي قدامه وقدامه رسدوري وقدامه أبطال أفريقيا فلازم يوصل أول حد النهاردة برضو في مطش مهم جدا جدا ما بين زمالك وبرامدز هي قمة تانية للكورة المصرية زمالك وبرامدز يبقى في قبل نهائي كاسم مصر كل التوفيق للأفضل ونشوف مطش مهم جدا برضو ونهاردة الزمالك توقعاتك مين دا اللي هيكسب بها؟ لا هو برامدز فريق كبير جدا بيظهر بس قدام النادي الأهلي لكن قدام الزمالك الزمالك بيترقع له والزمالك دائما بيغلبه